السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير ايه هي الرموز اللي بتظهر ان الشخص ده مصاب بحسد الرموز دي ملهاش علاقة بنحية سحر الرموز دي صحيح بتختلط على الناس ان هي ممكن بتكون سحر لكن دي ملهاش علاقة خالص بسحر دي رموز بتدل على حسد رقم واحد هي كسرت وتكرار الجسوم الجسوم بس شرط ان انا ما اشوفش حاجة يعني احس بس ان انا بختنق احس ان فيه شيء ضاغط على صدري اصحى من نوم انه فيه فزع لكن بدون ان انا اشوف شيء لو انا شفت بقى شيء بيهاجمني شفت يعني اوضاع مش محمودة في الرؤية مع شخصية ظهرة والكلام ده هنا تعود على ناحية المس لكن الجسوم ان انا احس باختناق اقوم ان فيه فزع فيه ضيق لكن ما شفتش اي شيء فدي بتعود على ناحية الحسد مش المس ولا الاصحار رقم اتنين هو الكسل الشديد في الواقع يعني ان الانسان يكون اصلا ما امش باي مهام في حياته اليومية ولكن يكون عنده شعور بالكسل او شعور بالتعب على الرغم انه ما امش باي شيء رقم تلاتة الشعور بالتوتر والقلق ان الانسان طول الوقت كده حاسس انه هو خايف من حاجة حاسس انه هو قلقان من شيء منتظر شيء سيء لكن مش عارف فيه ايه هو مجرد شعور يعني حاسس اكده ان انا قلقانة وكأن فيه شيء مكروح هيقع ان فيه حدث سيء لا قدر الله منتظرينه فبيكون انقباض القلب او الخوف من شيء غير معلوم رقم اربعة ودي حتتكرر عليك فروق كتير هو الاصابة بالاسهم انك تشوف حد انه بيصيبك بسهم او انه اطلق عليك سهم اذا اصبت فده معناه ان انت اصبت بعين بالفعل اذا شفت ان فيه حد بيطلق عليك اسهم والشخص ده معلوم فده تنتبه وتحذر منه ليه ده طالما انه مش من المقربين لان هنا تعود على انه الشخص ده بالفعل اصابك بعين طيب لو انا شفت والدي او والدتي اصابني باسهم هنا معناه ايه لا هنا محمودة هنا ده رمز لانه فيه دعوة دعاها ليك واستجابت فالاسهم ننتبه قوي منها اذا جت من شخص فيه عداوة ولا فيه ود ما بيننا وما بينه فلو جت من عدو او جت من شخص مجهول اسهم واصابتك فده بتقولك انه فيه عين اصابتك وسبب تعصرات في حياتك كمان انتزاع البركة انه الشخص يشوف انه المال بتاعه ما فيهوش بركة البيت بتاعه ما فيهوش بركة كسرت الاتساخ يعني شوف ان المكان بتاعك انا لسه منظفه او لسه ان انا مهيق المنزل بصورة طيبة واشوف ان المكان مش بيستمر على الوضع اللي انا مضبطه او انا مهيقه عليه لا انا بشوف انه المكان ده طول الوقت انه شكله غير نظيف غير مرتب مش في ابها السور مهما ان حاولت فيه فالرموز دي بتعود على العين والحسد لكن ما تعودش خالص على ناحية مس وسحر فياريت اللي شوف الرموز دي يعني حصن نفسه استخدم رقية خاصة بناحية الحسد والعين ونسأل ربنا ان ان شاء الله يصرف عنك جميعا السوق